إنا نرى أن دعوتنا هذه دعوة إصلاحية وهكذا يفترض أن تكون ومن سماة كل دعوة إصلاحية أنها لا تفتر عن الحث على المراجعة مراجعة الآراء، مراجعة الحقائد، مراجعة الأفكار ومراجعة المواقف ولهذا قد يلحظ أن نركز أحياناً على ضرورة إعمال هذه المراجعة حتى وإن كانت نتائجها تسير خلاف المألوف ولا سيما فيما يتصل بالموقف من الرجال سواء كانوا رجالاً غابرين أم رجالاً حاضرين أو معاصرين ندعو لهذا ونحث عليه لأنه بغيره لا يتحقق الإصلاح ولأنه من سمات هذه الدعوة الإصلاحية ثم إن الذي يدعونا للكف عن هذا كأنه يغالط نفسه ولا يلتفت إلى كون هذه الدعوة دعوة إصلاحية الذي يقول لنا كف عن هذا عن تناول هذا عن القول في هذا كأنه يدعونا لتحويل دعوتنا هذه من دعوة إصلاحية إلى دعوة إفسادية أو دعوة تتمشى مع الفساد وتشرعن له فهذه مغالطة بعض آخر يقول لا بأس بأن تصلحوا بأن تدعو الأمة مثلاً لتركي ولاية أبي بكر وعمر وعثمان لعنهم الله فهذه دعوة إصلاحية ندعوكم لأن تصلحوا موقفكم هذا فلا تتولوا أولئك بل تبرؤوا منهم يقول هؤلاء اقتصروا على هذه الدعوة على هذا الجانب من الدعوة الإصلاحية واتركوا دعوتكم لمراجعة الموقف من رجال معدودين منا من شخصيات محسوبة علينا نحن شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم لا تتعرضوا لهؤلاء ولا سيما أن بعضهم ممن استقر فكر العامة عامة الشيعة على كونهم من الممدوحين والصالحين ولا سيما إذا كانوا إخوة للأئمة الطاهرين عليهم السلام أو أبناء لهم مثلا هؤلاء استقر فكر عوام الشيعة على صلاحهم وحسن حالهم فلماذا تدعون الأمة لمراجعة الموقف من هؤلاء وتحدثون انقساما وبلبلة لا داعي لها فليكن كلامكم مقتصرا على أبي بكر وعمر وتركوا مثلا عقيلا وابن الحنفية مثلا القائل بهذا لا يلتفت إلى هذا الأمر المهم أنّا إن لم نجعل من ركائز دعوتنا الإصلاحية هذه إمضاء المقياس في التقييم على الكل والحكم الموحد على الكل إن لم نجعل في دعوتنا الإصلاحية هذه مكيالا واحدا في تقييم الشخصيات في تقييم الرجال والحكم عليهم سواء كانوا منا أو من غيرنا رموزا لنا أو رموزا لغيرنا إن لم نكن نحن هكذا على مبدأ واحد ومقياس واحد ومكيال واحد وحكم واحد فلسنا بإصلاحيين نحن أيضا مفسدون نحن نكون هنا نعمل بأكثر من مكيال أو نكيل بأكثر من مكيال نعمل بأكثر من مقياس أو نقيس بأكثر من مقياس نحن نكون ها هنا كصاحب العين العوراء تفتش عن معايب الآخرين وتدعو الأمة للبراءة منهم أو لرفضهم أو لاتخاذ موقف مناهض لهم وتغمض العين عن من هو في وسطنا أو معدودا منا مع أنه قد يكون قد ارتكب نفس تلك الآثام التي نشنع بها على الآخرين نفس تلك المواقف نفس تلك الجرائم هكذا نخسر مصداقيتنا أمام الأمة لا أتصور أنا أننا سنحترم حينئذ خاصة من أولئك الذين يتشيعون ويهتدون لأهل البيت عليهم السلام على أيدينا شكرا